كما تسيل المياه في مجرى النهر ينساب الناس في الطرقات في حركة سير لا تكاد تنقطع لكن منهم من لا يعرف آداب الطريق ومنها غض البصر عن النساء العابرات وإن وقعت عينه على إحداهن من غير قصد فليصرف بصره عنها فعن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري ومنها كف الأذى بكل أشكاله فلا يلقي في الطريق القمامة ولا القاذورات قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم ويزيل الأذى عن الطريق كالأحجار ونحوها فإن ذلك من شعب الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ويفشي السلام ويرده فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أي تسلم على كل من لقيته ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس وأن يدل الناس إلى الأماكن التي يريدونها فمن سأله عن عنوان يعرفه فليدله أو يوصله قال النبي صلى الله عليه وسلم ودل الطريق صدقه وأن يعاون من احتاج إلى معونة قدر المستطاع ففي الحديث وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه وعلى المرأة ألا تزاحم الرجال في الطرقات بل تلزم الحياء وجوانب الطرقات قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عليكن بحافات الطريق ومن آداب الطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الإمكان بالحكمة والموعظة الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وبالك أضعف الإيمان ترجمة نانسي قنقر